موسيقى دايماً بقول ملظومة حماية المستهلك طاومة قانون جهاز قوي أو أكهزة رقبية قوية استقدام التكنولوجيا لرقب عجز مؤرد البشرية أو عجز أنه توفي أنه في كل حتة يكون عندك أكهزة لحماية المستهلك المرة أربعة أهمهم اللي هي المجتمع المالي علشان كده إحنا بنشتغل على الأربعة مواقع ونهارده كنا في القرامان من نقش القانون الجديد عندنا الحكومة نفسها من دخلة لأنه ده كان يعني هو جزء من القانون اللي إحنا كنا طلعناه في سنة 2014 اللي موجود في القرامان ولا غضاد إحنا في الآخر إحنا عايزين كلنا هدفنا واحد سواء القرامان أو الحكومة أزاي إن إحنا نحط قانون يقدر يوفي بإسترار الأسواق لمدة 12 سنة عاما أهمية اللي الباليو بتاع الفلوس اللي معايا لازم تسوى وإن لنا فيها مشترياتي إن هي بالفلوس اللي أنا موجودة تبقى لمعطيات السوق لما جون كيندي ابتدى يجري الانتخابات الأمريكية فتقابل مع جماعات الضغط دعموني قالوا ندعمك بس إنت كمان تتبنيلنا سياسات حماية المستهلكة قال لهم أنا موافق 15 مارس 62 جون كيندي أدلم بيام المشهور قدام الكونغرس الأمريكي وقال لهم على أول مرة على أهمية وإن يبقى عندنا أربعة حقوق أساسية لحماية المستهلكة طبعا هي نكحت لأن الناس كلها ما تزيلتش إنما هي ما كانش مقصود بيها لعصاية سحرية هتقاطع يوم اللي هو 1 ديسمبيو هتروح لأبطل أصعب إنما إحنا ممكن لها ونبني عليه إحنا عملنا حاجة سلبية اللي هي المخاطعة السلبية هنعمل حاجة إيجابية بنتهوصل مع جاست اللي هو الاتحاد العام في الورف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين ونقدر إن إحنا نقعد عايزين نطلع حزمة من التخفضات تبقى موجودة في السوق ومتجات جيدة ولها خدرة نفسية المصريين يخشوا بشكل كبير علشان يساهموا فيه الصناعة بتاعة اللوجستيات والمراكس طولية الموديل ده الحقيقة معروفة العالم بقول إحنا مش بنقول تعالى اشتري قلب بالرقم الفلاني يعني بقول لك تعالى اخذ حق استقلال واعمل البيزنس كيس أو الموديل كله من كار ترضى الفيزيادة إذا كان فيه عدم انتشار للمناطق اللوجستية من المراكس طولية ده اللي احنا بنعم العالي دلوقتي اللي احنا بقدر الإمكان نحاول نوصل للمغاطنين في المحافظات المختلفة ونوفر لهم السلع دي عن طريق توفير اللوجستيات والأسواق المفتوحة والأسواق المغلقة وهي المحلات صغيرة بردو بطريق مشاعرية مختلفة كتيرة جداً تكون بيها الوزارة الجسمية تعالى طب هل حضرتك شايف ان المبادرة اللي كانت تقول ان احنا المستهلك يقطع اللي هو المنتجات ده يعني أبدأ ثمره ولا لأ؟ والله انا شايف ان احنا لسه ما تفعلناش بالشكل المطلوب لشراء السلع المصرية السلع المصرية على أعلى مستوى موجودة في كل مكان في العالم احنا كمصريين نشكل هذه الصناعة انا شايف ان دي فرصة طيبة جداً للمصانع والإنتاج المصري ان هو يبدأ في الانتشار وفي تحسين القضاء بالغاية وان شاء الله تبقى بإذن الناس تشتغل وتقدر تتوفر بيها الموضاع المصرية بالشكل المطلوب طب هل انت يعني حضرتك شايف ايه ابرز الحلول اللي ممكن ان الوزارة تعملها علشان اللي هو الاساطم اقول لحضرتك احنا منتشارين وعن طريق مشاعرية مختلفة عندنا مشاعرية زي جمعياتي زي الحملات اللي احنا بنعملها في المحافظات كلها بحيث انها تقدر توصل لكل المنتجين في مختلف المحافظات بطلاب وحاجاتهم وبتوصلهم لامكانهم علشان توفر موضوع النقل والانتقال والمركب اشتركوا في القناة